مدبولي يؤكد أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يشهد زيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات تواصل الورش التحضيرية تمهيداً لانتلاقي منتدى شباب العالم في نسخة رابعة غداً بشار مشيخ القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذ تدريباً بحرياً عابراً في البحر الأحمر بنطاق الأسطول الجنوبي السادسة مساءنا في القاهرة الرابعة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفاصلة تأتيكم من التلفزيون المصرية أهلاً بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى ندبولي أن مشروع موازنة العام المالي 2022-2023 يشهد زيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخلال اجتماعاً لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة أوضح مدبولي أن مشروع الموازنة يتضمن بنوداً لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي يعد من أطهم المشروعات التنموية واستهدف مشروع موازنة العام المالي الجديد استمرار تعزيز حركة النشوط الاقتصادي في ظل تعامل مع تداعيات جائحة كورونا وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة توقيع عقود تشغيل منظومة شبكات القهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة بين شركات العاصمة الإدارية وشركات القهرباء المتخصصة في هذا المجال وخلال اجتماع عقده لمتابعة موقف إدارة وتشغيل شبكتين نقل وتوزيع القهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة لفت مدبولي إلى أنه في ظل الانتقال التدريدي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية سيتم الاعتماد على الشركات الحكومية الحالية لتشغيل شبكات القهرباء بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من إصدار قانون يتيح لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية إنشاء شركات تابعة لها تتولى إدارة وتشغيل المراثق بصفة عامة أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن هناك توجيه من رئيس عبدالفتاح السيسي بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وأكد مدبولي خلال اجتماعين مع مسؤولي شركة سكاتك النيروجية لطاقة المتجددة أهمية مشروع الشركة لإنتاج الهايدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بمصر وأوضح مدبولي أن هذا المشروع الواعي سيحول مصر إلى واحدة من أكبر الدول المصدرة للأمونيا ومنتجات اليوريا كما واجه بعقد اجتماع آخر خلال أسبوعين العرض خارطة طريق تتضمن الخطوات التنفيذية المطلوبة لوضع هذا المشروع موضع تنفيذ موسيقى 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 اشتركوا في القناة وإلى شرم الشيخة حيث تتواصل فعاليات الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم الذي ينطلق غدا وفي هذا السياق عقدت إدارة المنتدى ورشة عمل حول المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقاعة البحر الأحمر وتم خلال الفعاليات عرض فيديو يوضح جهود مبادرة حياة كريمة في مختلف المجالات التنموية كما قدمت نائبة رئيس مجلس أمناء حياة كريمة عهود وافي شرحا وافيا عن تفاصيل المبادرة الرئاسية منذ بدايتها كفكرة من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وتبني القيادة السياسية للمشروع وصولا إلى إنجازات المشروع على أرض الواقع داعية مختلفة دول العالم إلى تعرف على حياة كريمة عن قربة والاسترشاد بها كتجربة رائدة في المبادرات التنموية لبناء الإنسان نظم منتدى شباب العالم ورشة عمل حول تنامي دور العالمي لشركات الناشئة وريادة الأعمال وذلك بمشاركة العديد من الشخصيات البارزة ورواد الأعمال للشباب من دول مختلفة منها مصر والولايات المتحدة وألمانيا والصين ولبنان والهند وبدأت الورشة بالتعرف على الحضور ومدى اهتمامهم بمجال ريادة الأعمال كما طرح الحضور عددا من الأسئلة التفاعلية عن مفهوم الشركات الناشئة من منظور الشباب وما يميزها عن الشركات التقليدية الأخرى والترويج لمفهوم ريادة الأعمال واعتمادها في الفترة الحالية بالجزء التقني والتكنولوجيا لزيادة الاستثمارات كما نقشت الورشة قضية تأثير جائحة كورونا على العمل بخاصة في مجال ريادة الأعمال أكد متخصصون بمجال العمل التكنولوجي أهمية استخدام التكنولوجيا لتقوية البنية التحتية حيث يؤدي ضعف البنية التحتية لمشكلات مركبة منها ارتفاع تكلفة بعض الموارد الحيوية وهو ما يؤدي إلى تضاقم أسعار الغذاء والسكن وتضاقل فرص استثمار القطع الخاص جاء ذلك خلال ورشة عمل تحضيرية لمنتدى شباب العالم تحت عنوان مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة وذلك قبيل الانطلاق الرسمي لمنتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ المقرر غدا ونقشت الورشة عدة موضوعات حول استغلال وسائل التكنولوجيا المختلفة بمجالات الحياة اليومية لمواجهة تحديات ناتجة عن جائحة الكورونا بمشاركة عدد من المتخصصين في مجال العمل التكنولوجي ورواد المجال على المستويين العلمي والعملية هذا وقد انتلقت ورش العمل الخاص بمختبرات منتدى شباب العالم التي تستهدف تطوير بيئة تدعم العقلية ريادية ورفض الشباب بالتمكين وفرص التواصل وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لشركات الناشئة يأتي ذلك في إطار سعي منتدى شباب العالم إلى تحقيق ودمج أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وركزت ورش العمل على تعزيز دور الشركات الناشئة في تأهيل وتطوير الأفقار وتبادل المعلومات حول ريادة الأعمال وزيادة الابتكار والتنمية كما استهدفت وضع أجندة تخدم مجال ريادة الأعمال وجذب الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم لخدمة موضوعات ذات اهتمام عالمي وكذلك إعادة النظر إلى دور الشركات الناشئة أثناء أزمة كورونا وللمزيد من التفاصيل حول الاستعدادات لمنتدى شباب العالم والذي يبدأ غدا ينضم إلينا من شرم الشيخ مباشرة من هناك مفد التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم يعني تحدثنا عن آخر الاستعدادات ساعات قبل افتتاح الرسمي لمنتدى شباب العالم غدا بإذن الله ساعات قبل افتتاح الرسمي لمنتدى شباب العالم ويقام لمنتدى شباب العالم المنظمة الاعلانية المتواجد على هذا المماشر لكوهدات الخياسية وايضا القوص الخياسية وايضا في المتواجد للتصفة العرض والإبداعات بهدف مدينة بالقوصيات وحسب الوقات في الهائل المنسانة اليهدي في تفصيصها على اطوالها وحسب الهدي في التفصيص ليهرى احمل لهم المختلفة السباق بالبعنى. سوالع معدة نجاز نقل الأفوض معدة الاستخار. على اقتراضية جاهزة للقوصيص. ايضا من المتوائين من المنتجر شبك العالم من المتوائيين بتوحيل وتلسير الاندهارات على مستوى الأجنسية والمتوائي. سيشاركون غدا في المنتجر بسبع إثقارات رجوع خاصة من أسجاع الكنينات قبل بجول مركز المنوارسة. عبر في هذا المنتجر من أسجاع الكنينات. وايضا من المحكمات قبل البتوائيين عن طريق الآليات الموجودة بدون حيث نقل بشري وهو نعم كريم. وصلت يعني جميع التفاصيل التي ذكرتها ونتابع معكم غدا بإذن الله تفاصيل أكثر حول فعاليات منتدى الشباب في شرم الشيخ. دزيل الشكر لك كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من شرم الشيخ. أعرب عدد من المشاركين بالنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم عن سعادتهم بالمشاركة بالمنتدى وتقديرهم لأهمية القضايا التي سيناقشها. كذلك أد أكد المشاركون في المنتدى أن المنتدى فرصة للتعاون وتبادل الثقافات بين شباب من دول العالم. كان عندي رغبة شديدة لحضور المنتدى ومهتمة جدا بمواضيع المختلفة وبالنسبة لي فالهدف من هذا المنتدى هو أن يجمع الشباب ليتحدثوا عن المستقبل والمستقبل ملك لنا بالفعل وملك للجميع بالطبع لكن نحن لدينا الكثير لنقدمه. التنمية المستدامة من الورش الهمة جدا بالنسبة لي بالإضافة إلى التغير المناخي لأنه مهم جدا للجميع لذلك أنا متحمسة وسعيدة لوجودي هنا وبالمناسبة هذه هي ثاني زيارة لي لمصر الأولى كانت تأمون ذو ست سنوات وهذه المرة أفضل بكثير. أنا سعيدة جدا بوجودي هنا لحضور المنتدى. أولا لأنه فرصة كبيرة للتعاون وتبادل الثقافات مع الشباب من مختلف دول العالم. لم أحضر أي من هذه المنتديات من قبل وأعبر عن إعجابي به لأنه يجمع موضوعات وأفكار متنوعة تمس حياتنا بشكل عام وقصوصا موضوعات مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة وأهدفها التي من الواجب تطبيقها في حياتنا قبل 2030. وأنا هنا من أجل موضوعات الرقمنا والتحاول الرقمي لأننا يجب أن نتعلم أن نستفيد من هذه الفرص سواء كانت متصلة بالإنترنت أم لا. وأتمنى أن تكون الأيام القادمة سعيدة وأشكركم على استضافتي وأعطاء الفرصة للحديث. لطالما تمنيت حضور المؤتمرات الدولية ولكن لم تتحلي الفرصة لذلك من قبل. وبمجرد سماعي عن منتدى شباب العالم تقدمت إليه على الفور. وبمجرد قبولي شعرت بسعادة غامرة. وهذه المرة الأولى لي خارج بلادي وسعيدة بوجودي في شرم الشيخ والتي تركت عندي انطباعا جيدا. إنها المرة الأولى لي لحضور المنتدى وأعتقد أن وجودي هنا سيفتح أفاقا جديدة للتفكير وسأتعلم أشياء جديدة مثل التكنولوجيا والتنمية وحقوق الإنسان. وشاركت في ورشتي حياة كريمة ومن وجهة نظري هي مفيدة لمصر وستساعد على تطويرها وتطوير كل المستفدين منها. فتحت ساحة الابتكار والإبداع أبوابها أمام المشاركين بالنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم تحت شعار العودة معا. فتستمر الفعالية على مدار أيام من عقاد المنتدى. حيث يجتمع الشباب من مختلف الجنسيات لتبادل الحوار حول التكنولوجيا والإبداع والفن. فضلا عن تجربة عدد من التقنيات التفاعلية والألعاب الحديثة. وتهتم منطقة الابتكار والإبداع بالأنشطة التفاعلية التي تتيح للمشاركين تجربة الألعاب بتقنيات تكنولوجية مختلفة. وزيارة المتحف التفاعلي الذي يضم عددا من الشخصيات التاريخية التي يدور بينها حوار خيالي. مثل كوكب الشرق أم كلثوم والملاكم العالمي محمد علي كلاي وعالم الفيزياء نيوتن والملكة المصرية نيفرتاري ورائد الفضاء نيل أرمسترونج. كما يستخدم المشاركون من خلال ساحة الابتكار والإبداع التكنولوجيا الواقع الافتراضية لزيارة واكتشاف عدد من المدن المصرية. وفي جلسة ورشة التعليم ما بعد الجائحة مسارات التعافي أشار المشاركون إلى أن تنصيق بين الجهات التمويلية يعد أمرا مهما فيما يخص تطوير التعليم ما بعد الجائحة. التنصيق ما بين الجهات التمويلية ده أساسي جدا لأنه ممكن يكون يحصل دوبليكيشن يعني بنعمل بنحاول نوصل لنفس المجموعة نفس الفئات نفس الهدف. فالتنصيق ما بين الجهات التمويلية الموجودة ده حاجة أساسية جدا في الـ эффективنس بتاعت التمويل. وفي جلسة حول دور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية أكد المشاركون بالجلسات التحضيرية للمنتدى أن أغنى الدول بالعالم مسؤولة عن 52% من الانبعاثات في حين أن الدول الأفقر مسؤولة عن 7% من الانبعاثات الكربونية. أغنى 10% من العالم مسؤولة عن 52% من الانبعاثات والأفقر الـ 50% الأكثر فقر مسؤولة فقط عن 7% من الانبعاثات خلال هذا العام لذا مجددا القصة تختلف وهذا يعتمد على كيفية نظرنا لهذه الانبعاثات. كيف يتم حكم إجراءات المناخ؟ واحد من أهم الكيانات وهي اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ والتي تمنع البشر من أن يضروا بالمناخ. هناك 197 بلد تم توقيعه و197 بلد وقعوا على الاتفاق ونحن سنستمع إلى هذا التعريف كثيرا. وفي جلسة ضمن ورشة عمل رائحة كورونا وتناني دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة أكد المشاركون أن رائحة كورونا أثرت بشكل كبير التطبيقات المالية وأثرت عليها وأدت إلى التحول نحو المدفوعات الرقمية. بصفة مدير للتطبيقات فتأثرت سلبا وتأثرت كثيرا بسبب ظروف الجائحة وأعطت النظر في هذه الحياة المهنية وقمنا بأعادة النظر في تطبيقاتنا وأظن أننا عندما نتحدث عن المدفوعات الرقمية فقد تأثرت كثيرا على مدار الأعوام القليلة الماضية لا سيما في ظل ظروف الجائحة ولكن فقط أردت أن أسلط الضوء على ما هي الخطوات الرئيسية التي قمنا بتنفيذها وما هي الأشياء التي نرغب في أن نفعلها بالتعاون مع الفريق التشريعي والفريق الفني في ظل جائحة كورونا 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 19 وكما رأينا جميعا كان علينا أن نتسوق ودفع الفواتير وكذلك دفع الكثير من النفقات وأنت جالس في منزلك وفي ورشة عمل بعنوان كورونا والأهداف الأممية لتنمية المستدامة قدم المشاركون عرضا للشباب عن مفهوم دائرة الاتصال والمنظور العلمي لتفكير في حال المشكلات إذن لدينا مجموعة من الأدوات المنظمة من أجل مساعدتنا على الإجابة عن الأسئلة في كل من المراحل بالأمس غطينا دائرة الاتصال وبالنسبة لدائرة المنظور هي ليست أداة في حد ذاتها ولكننا تدربنا على كيفية التدريب على التفكير في وجهات النظر المختلفة المتعلقة بالمجموعات وأصحاء والأطراف المعنية أكد عضو تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين أحمد يحيى أن التنسقية حريصة على المشاركة في الورش التحضرية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وشدد يحيى على أن المنتدى يتمتع بثقل دولي ويحظى باعتراف الأمم المتحدة مما أعطى لتوصياته ثقلا دوليا المنتدى استنادي مختلف لأنه هو جه بعد فترة من الانقطاع عشان جائحة كورونا فالمنتدى استنادي بيبقى فرصة كويسة لنا مشاركين فيه كتنسقية شباب حزاب والسياسيين التنسقية استنادي مشاركة في كذا ورشة كمتحدثين وكمشاركين احنا أنا النهاردة وامبارح كنت في ورشة بتتكلم عن تأثير جائحة كورونا على أهداف تنمية المستدامة السبعتاشر حك زي ما أنت عارف أن جائحة كورونا أثرت على كل الأهداف يمكن المتعلقة بتنمية المستدامة الفقر والجوع والتعليم والصحة قطاع الصحة تأثر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا التعليم تأثر فيه ناس فقدت وظائفها فده أثر عليهم بالسلب فده كان انبارحه النهاردة وإحنا كنسقية مشاركين في كل الورشينك ويشارك في إدارة منتذى شباب العالم وتنظيمه في نسخته الرابعة مجموعة كبيرة من الشباب المتطوعين بجهودهم دون مقابل مادي من خريدي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية لتدريب وحرصت كبرى المؤسسات الوطنية والدولية هذا العام على المشاركة في رعاية رسمية لمنتدى شباب العالم حيث يغطي رعاى الرسميون كافة نفقات المنتدى دون تحميل الموازنة العامة لدولة أي تأعباء مادية كما تسعى عدد من المؤسسات الأممية والدولية للعمل كشركاء للمنتدى وتتولى الفرق المنظمة للمنتدى عديدة من المهام تتضمن قيم فريق متخصص بإدارة خطة العمليات الوجستية والتنظيمية وإدارة الأزمات والمواقف الطارئة وإدارة الخدمات ومراقبة الجودة وحجز الطيران وإدارة شبكة التحركات والانتقالات والإقامة في الفنادق إلى ذلك تعاقد منتدى شباب العالم مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع وتصدير واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال التعقيم والتطهير الطبية وتجتمل خطة التأمين الطبية على تعقيم وتطهير جميع أماكن فعليات المنتدى فضلا عن المطارات والفنادق باستخدام مجموعة متنوعة من الروبوتات والتي تقوم بوظائف مختلفة بهدف تقييل الاعتماد على العنصر البشري وضمان عامل الكفاءة وصلت فرقة أندلوفو الأفريقية الشهيرة من جنوب أفريقيا إلى مطار شرم الشيخ للمشاركة في عروض مصرح شباب العالم وتضم الفرقة مجموعة من المواهب الشابة التي تجمع بين الرقص والغناء في إطار استعراضية كما تخدم الفرقة الشابة مجموعة مميزة من الأغاني المشهورة عالميا وكعادة مصرح شباب العالم يجتمع أصحاب المواهب الفنية الشابة من مختلف الجنسيات تحت شعار الفنون لإحياء الإنسانية وينطلق المصرح مجددا بعد الظروف العصيبة التي مر بها العالم بعد جائحة كورونا ليقادم العديد من العروض الفنية المتنوعة ترجمة نانسي قنقر أعلنت وزارة الطيران المدني تكتيف الجهود والاستعدادات وتقديم كافة التسلات لاستقبال ضيوف النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم وتم رفع ضررة الاستعداد للقصوى بمطاري القاهرة وشرم الشيخ وتشكيل فرق لتقديم كافة التسلات الوفود منتدى شباب العالم لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة القادمة من مختلف دول العالم إلى مطار القاهرة ثم إنهاء إجراءات سفرها على رحلات المتجهة إلى شرم الشيخ وحدد ميناء القاهرة الجوي مسارات خاصة داخل صلاة المطار للوفود المشاركة نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر وذلك باشتراق الفرقة المصرية الإسكندرية والمدمرتين الأمريكيتين يو أس أس جونسون دانهم يأتي هذا في إطار قوطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة حيث تضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة ومنها تدريب على إجراءات الأمن البحري بالبحر الأحمر ومجابهة التهديدات البحرية غير النمطية إلى جانب تمرين حماية سفينة تحمل شحنات هامة والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان للحفاظ على أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر وتأتي تلك التدريبات تأكيدا على شراكة الاستراتيجية والعلاقات التنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأمريكية كما انطلقت فعليات التدريب المصري السعودي المشتركة تابوك 5 والذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية ويستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية يأتي التدريب في إطالي خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية ويعد التدريب المشترك تابوك 5 واحدا من أكبر التدريبات المشتركة بين البلدين من حيث حجم قوات المشاركة وتنوع الأنشطة التدريبية ويأتي تأتيدا على عمق علاقات التعاون العسكري وتناني الشراكة المثمرة بين قوات المسلحة المصرية والسعودية بهدف تنصيق البهود لمواجهة التحديات المشتركة بالمنطقة وأكد قائد القوة المصرية المشاركة في التدريب على أهمية التدريب في توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بما يسهم في رفع معدلات الأداء القتالي مؤكدا على ثقة في جاهزية العناصر المشاركة بالتدريب على تخطيط وإدارة مهام مشتركة باحترافية وكفاءة عالية قامت القوات المسلحة بافتتاح فندق جوال للقوات المسلحة بشورمشيغ بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل من خلال اتباع معايير الجودة العالمية في مجال الفندقة يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لمواصلة منظومة التطوير والتحديث لمختلف المنشآت الخدمية بالقوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية وتقديم خدمة متميزة للضباط وأسرهم وكذلك للزائرين المدنيين فضلا عن توفير خدمات اجتماعية وترفيهية وتقافية ورياضية متميزة بتلك المنشآت وشهدت عملية التطوير مراعاة استخدام أحدات التصميمات الهندسية العالمية وتجهيز الفندق بكافة الخدمات المتطورة مع مراعاة كافة مظاهر التناسق الجملي والإبداعية بما يلقى إعجاب كافة المترددين على الفندق من المدنيين والعسكريين على حد سواء في الشأن العراقي قال رئيس مجلس الوزراء إن المرحلة الجديدة للتعاون مع التحالف الدولي بعد انتهاء دوره القتالي في العراق تتطلب العمل بجد مع الشركاء وفي مقدمتهم ألمانيا جاء ذلك خلال استقبال القاظمي لوزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامراخت حيث أشار القاظمي إلى الدور الكبير الذي تؤديه ألمانيا ضمن التحالف الدولي لمحاربة عصبات داعش الإرهابية وأهمية تطويره مع استمرار توابد غيوب إرهابية على الأراضي العراقية وأيضا تعزيز النجاحات التي تحققها القوات العراقية بدأت إجراءات التصويت لاختياري رئيسي مجلس النواب العراقية يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه دائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقية أن المرشحين لرئاسة البرلمان هما محمد الحلبوسي ومحمود المشهداني ميدانيا أعلنت السلطة الأمنية العراقية إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بأربع عبوات ناسفة في ثلاث محافظات هي بغداد والمثنى والديوانية وفي بيان لها ذكرت خلية الإعلام الأمني أنه من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي وأرواح المواطنين بأربع عبوات ناسفة معدل التفبير على الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد والبصرة أعلن التحالف العربي باليمن تنفيذ 39 عملية استهداف ضد قوات الحوتي في شبوة خلال آخر 24 ساعة وأضاف تحالف أن العمليات في شبوة أصفرت عن تدمير 30 آلية عسكرية وأصفرت عن مقتل أكثر من 290 عنصر من قوات الحوتي كما أكد تحالف أنه تم استهداف 11 آلية عسكرية بمأرب ومواقع اتصالات وهو ما أصفر عن مقتل 65 عنصر من قوات الحوتي السادسة مستمرة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها هيئة الغداء ودواء الأمريكية تقلص الفاصل الزمني لجرعة موديرن المعززة أعلنت إدارة الغداء والدواء الأمريكية عن تعديل تصريحها للاستخدام الطارق للقاح شركة موديرنا المضاد لفيروس كورونا وذلك من خلال تقليص الفاصل الزمني بين الحصول على جرعات التطعيم الأولية والجرعة المعززة إلى خمسة أشهر عند البالغين بدلا من ستة أشهر أشهر الموقع إلى أن هذا التغيير يأتي في الوقت الذي تضرب فيه موجة من حالات الإصابة بالمتغير أو ميكرون البلدان في جميع أنحاء العالمة تم الإبلاغ عن 871213 حالة في الولايات المتحدة فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية وذلك وفقا لموقع منظمة الصحة العالمية أوسط مدينة تيناجن في شمال الصين سكانها الذين يصلوا عددهم إلى 14 مليون شخص بالبقاء في منازلهم فيما تجري فحوصات كورونا واسعة النتاق عقب تسجيل عدة حالات في المدينة مؤخرا هذا وقد أعلنت سلطات المدينة عن إصابتين على الأقل بالمتحور أو ميكرون بالإضافة إلى 15 إصابة بكورونا في المدارس واضطرت السلطات الصينية أن تتعامل مع تفش أوسع للجائحة في مدينة شيان في شمال غرب البلاد الأمر الذي يثير التساؤل عن سياسة عدم التسامح المطلقة في البلاد والتي تتضمن تدبير حجر صحي صارم واختبارات كورونا جماعية فورية لوقف تفشي الوباء أهلا بكم من جديد أكدت الولايات المتحدة استعدادها للتباحث مع روسيا خلال المفاوضات الثنائية المرتقبة في جناف حول عدم نشر الصواريخ الأمريكية في أوكرانيا والحد من التدريبات العسكرية للبلدين وقال البيت الأبيض في بيان إن هناك بعض المجالات التي من الممكن إحراز تقدم فيها شريطة أن تكون تعهدات متبادلة وأضاف البيان أن واشنطن مستعدة لمناقشة إمكانية فرض قيود متبادلة على حجم ونطاق التدريبات العسكرية التي تجريها روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسية وأن الأمر يدور حول القادفات الاستراتيجية قرب حدود كلا الطرفين والتدريبات البرية على حد سواء إلى تطورات الأوضاع في كزاخستان حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام التابعة لها بدأت تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية الرئيسية في كزاخستان وذلك في إطار مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي وقالت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من حفظ السلام الروسية التي وصلت سابقا إلى أراضي كزاخستان بدأت في تنفيذ المهام الموكلة إليها وتشمل حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة ومساعدة أجهزة إنفاذ القانون في استقرار الوضع وإعادته إلى المجال القانوني في سيق المتصل أعلنت الخطوط الجوية روسية أيروفلوت تعليق رحلاتها الجوية إلى كزاخستان مؤقتا إترى الاحتجاجات المشتعلة هناك أقالت أيروفلوت في بيانة رسمية إنها ألغت الرحلات المنتظمة من روسيا إلى جميع المدن في كزاخستان حتى العاشر من يناير الجاري بينما سيتم إلغاء الرحلات الجوية من كزاخستان حتى الحادي عشر من يناير الجاري وتشهد كزاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألماء أتا وهي كبرى مدن البلاد هذا وقد تسببت الاضطرابات في كزاخستان الدولة العضو في منظمة الدول المنتجة للنفط في ارتفاع أسعار النفط عالميا يخشى المستثمرون من احتمال انقطاع الإمدادات رغم أن الأحداث حتى الآن لم تؤثر على إنتاج البلاد من الخام كبير ينتاب العالم مع التساع نطاق للطرابات في كزاخستان خاصة في قطاع الطاقة حيث يخشى المستثمرون من احتمال انقطاع الإمدادات من تلك الدولة الغنية بالنفط وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار الخام نحو 5% وتجاوز خام برينت عتبت 83 دولارا للبرميل الواحد مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ ارتفاع الأسعار الذي بدأ مع ظهور المتحاور أوميكرون أواخر نوفمبر الماضي وحتى الآن لم يتأثر الإنتاج في كازاخستان وهي أكبر دولة منتجة للنفط في أسيا الوسطى وتحتل المرتبة الثانية عشر لاحتياطيات الخام المؤكدة عالمياً كما أنها ثاني دولة منتجة للنفط بين شركاء أوبك في إطار تحالف أوبك بلاس بعد روسيا ووفقاً للبنك الدولي فإن الذهب الأسود شكل نحو 21% من إجمالي الناتج الداخلي في كازاخستان وذلك في عام 2020 قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر الشريف إن الأكاديمية الخاصة بالأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاد هي إحدى أدوات الأزهر لتحقيق حلم السلام العالمي أضف شيخ الأزهر خلال استقباله سفير لتوانيا لدى القاهرة أن الأزهر يستضيف أئمة المسلمين حول العالم على نفقاته ويقوم بتأهيلهم من خلال برنامج معد خصيصاً ليناسب كل مجتمعين على مدار شهرين متواصلين من جانبه أعرب سفير لتوانيا لدى القاهرة عن رغبته في أن تستفيد لتوانيا من برامج أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إكرار تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة أمام طلاب المرحلة الثالثة وأكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرار بهذا الشأن كما لم يتم حتى الآن فتح باب تقدم للقبول بتنصيق تلك المرحلة وأشار المركز إلى أنه من المستهدف الإعلان عن تنصيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة بالعام الجماعي الحالي عقبا عقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة قبل بداية الفصل الدراسي الثاني مع إتاحتها بشكل رسمي على موقع التنصيق الإلكتروني أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية لمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وسبعة مواطنين فوق سن الخمسة وستين عاما وذلك ضمن برنامج رعاية صحية المستمرة لكبار السن وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضي وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يهدف لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن من خلال أربعمائة وواحد مركز طبي موزعة على جميع الإدارات الصحية في إحدى وعشرين محافظة كمرحلة أولى أضافت الوزارة أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة تشمل الكشف عن الأمراض غير سارية كارتفاع ضغط دم وسكري وأمراض القلب أعلنت وزارة الصحة وسكان فحص 900 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي تحت شعار 100 مليون صحة بالمجان للعام الرابع على التوالي وذلك منذ انطلاقها يوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الماضي أوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف فحص مليونين وخمسمائة ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي مشيرة إلى أن المحافظات الأعلى في نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة هي محافظة القاهرة حيث تم فحص 9272 طالب تليها محافظة البيزة بواقع 79825 طالب ثم محافظة البحيرة بواقع 65783 طالب ثم محافظة الدقاهلية بواقع 59749 طالب وجهت وزارة تنمية المحلية العاملين في مبادرة صوتك مسموع بالوزارة والمحافظات بسرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين في جميع المحافظات واضحت الوزارة أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 عدد 416638 رسالة تضمنت 78457 شكوى تم حل 75.9000 شكوى منها بنسبة 96.7% ويجري حل باقي الشكاوى يأتي ذلك في إطار تكلفات القيادة السياسية بضرورة تواصل مع المواطن المصري في جميع أنحاء الجمهورية للوقوف على المشكلات التي يعاني منها والاستجابة السريعة لحلها تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ مشروعاتها بكثة محافظات مصر حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير مرتز شباب أولاد خلف بمحافظة سهاج كما يتواصل العمل في إنشاء وحدة إسعاف قرية الخيام إضافة إلى قيام هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ مدرستين بجانب استمرار أعمال المجمع الخدمي وملعب مركز شباب النجيل الصناعي بمنطقة الزوق الغربية بحث محافظة القليوبية عبد الحميد الهاجان مع رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية السفيرنا إلى جبر تنفيذ حملة لتوعية الطلاب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وأكد محافظة القليوبية أهمية ملف الهجرة غير الشرعية مشيرا إلى الاهتمام الذي تليه القيادة السياسية لمحاربة الهجرة غير الشرعية كالمبادرة الرئاسية مراكب النجا يذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية أطلقت مصابقة فنية بتعاون مع وزارة التربية والتعليم حول مخاطر الهجرة غير الشرعية نحن بدلك الضوء فعلا على مخاطر الهجرة الشرعية والاتجار في البشر ومخاطر الاتجار في البشر لأن موضوع طبعا مهم جدا الحياة الدولة طبعا فيه خلال الفترة اللي فاتت يعني ال87 اللي فاتت وفيه كثير من المشروعات فعلا اللي قدت الحمد لله الاعتباط المواطن وعلاقه للوطن واستماعه فيه مصر وعدم هجرته للخارج والكلام ده طبعا بيتمثل من خلال الحياة تضافر جهود والتنصيق بين عديدا من الجهات إنه إحنا نوضح لي الشباب إيه هي مخاطر الهجرة غير الشرعية طبعا إحنا ما بنعمل هذه المسابقة في مدرسة فالمدرسة نفسها بتتكلم المدرسين بيتكلموا الأسر بتتكلم فبالتالي بنشر بطريقة غير مباشرة هذه الأفكار والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وعلى مشاهدينا إلى أهم أنباء المال والأعمال تفاصيل الأخبار الاقتصادية مع حكمة عبد الحميز إليك حكمة شكرا إلهام شكرا إيمان وهذه بالفعل الوقفة الاقتصادية بنشر تفسير قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصدي ومتابعة أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة فيتش حول أسعار وصادرات الغاز الطبيعي المسألة حيث أشار التقرير إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية عشرين واحد وعشرين وتوقعت فيتش في تقريرها أن تشهد الغالبية العظمى من منتج الغاز الطبيعي المسألة المزيدة من النمو في الصادرات عام عشرين اثنين وعشرين ذلك باستثناء أندونسيا والجزائر حيث يتوقع أن يسجل انخفاض وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني بشأن التدريب والتهيل على صناعة السجاد والكليم اليدوي والمنسوجات والمجغولات السينوية ذلك ضمن المبادرة الرئاسية تتلفف حرير وبر أمانة ويهدف البروتوكول إلى تشغيل المتدربين بعد الانتهاء من فترة تدريبهم في بعض مراجز التكوين المهني التابعة للوزارة بالتعاون مع الجهات الشركة شمل بروتوكول التعاون دعم صغار الصيادين من خلال سداد المديونات المستحقة على الصيادين تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ما يمكن الصيادين من تجديد ترخيصهم وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون مع قطاع المرور والحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية ذلك حول تدبيري وتشغيلي ملاكز مراكز تكنولوجيا ناموذكية متنقلة ذلك لاستخدمها لوحدات مرور متنقلة ووفقا للبروتوكول المواقع ستلتزم وزارة التخطيط بتوفير نحو 40 سيارة فأكثر من سيارات حديثة تعمل كوحدات مرور ناموذكية يهدف البروتوكول إلى وضع آلية تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجيا ناموذكية متنقلة لاستخدامها كوحدات مرور متنقلة تتضمن إصدار ترخيص، تسيير وفحص فني للمركبات بجميع أنواعها افتتحت وزيرة التجارة والصناعة بين جامع فعاليات الدورة الثامنة عشر من معرض إيجي بلاست الذي يقام بمركز مصر للمعارضة الدولية لمدة أربع أيام يستهدف استقبال ما يزيد عن 22 ألف زائر خلال الافتتاح وقالت الوزيرة إن المعرض يعد الحدث الأكبر محليا وإقليميا لرجال الأعمال المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبترو كيمويات حيث يحظى بمشاركة واسعة من مختلف الشركات بإجمالي 340 شركة عارضة أضافت الوزيرة أن إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة أسهم في زيادة نسبة المكونة المحلية في المنتجات الكيموية بالنسبة تراوح بين 30 إلى 40% وإلى أسواق المال حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرباء فخسر الرأس المال السوقية 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.402 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 54.100% ليغلق عند مستوى 11.978 نقطة تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساول أوزان بنسبة 4.10% ليغلق عند مستوى 2307 نقاط هبط مؤشر اي جي اكس 100 متساول أوزان بنسبة 49 من 100% ليغلق عند مستوى 3369 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكية 15.64 للشراء و 15.77 للبيع اليورو سجل 17.77 للشراء و 17.92 للبيع في حين وصل ألسترليني إلى 21.4 للشراء و 21.44 جنيه للبيع بالنسبة للعملات العربية سجل الدرهم الميراتي 4.4 جنيه للشراء و 4.29 للبيع سجل الريال السعودي 4.16 للشراء و 4.20 للبيع إلى أسواق المعادن أن فيسا حيث شهدت أسعار الذهب استقرار مع توقف التداول على المعادن الأصفر في البورسات العالمية كذلك السوق المصرية سجل 1790 دولار للأقية أما على الصعيد المحلية فسجل الذهب استقرار بالتزامن مع الإجازة الأسباعية للسوق الصغى عيار 18 سجل 675 للجرام والذهاب 21 788 جنيه للجرام الزهب عيار 24 سجل 900 جنيه للجرام وصل سعر الجنيه الزهب اليوم إلى 6304 جنيهات أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرة في ضرورة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى لقادة دول المجلس وضرورة تفعيل دور هيئة الاتحاد الجمركي لممارسة المهام المنوطة بها كفا لتعزيز التكامل المنشود في المجالات الاقتصادية جاء ذلك خلال اجتماع الحجرة بأعضاء هيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون بمقر إكسبو 2020 دبي انتهت الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة وعفضة مرة أخرى لإيمان وإلهان فاليكم شكرا جزيلا لك حكرا شيع أهالي مدينة طنطا جثمان المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا والتي توفيت اليوم عن عمر ناهز 71 عاما وتعد المستشارة تهاني الجبالي أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة وحققت العديد من النجاحات في عملها القضائية حيث تم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه عام 1944 رحم الله الفقيدة وألهم ذويها الصبر والسلوان نهاية النشرة لا يتبقى بها سوى التفتير بأبرز ما جاء بها من أخبار مدبول يؤكد أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يشهد زيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات تواصل الورش التحضرية تمهيدا لانطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة غدا بشرم الشيخ القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذ تدريبا بحريا عابرا في البحر الأحمر بنطاق الأسطول الجنوبية فتم نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري شكرا للمتابعة وضمتم في أمان الله